سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة وأيضا برحب بكل أحبائنا على صفحات التواصل الاجتماعي المرأة المسلمة على الفيسبوك واليوتيوب أيضا حلقة النهاردة بعنوان السطر والقلوب الميتة النهاردة حتكلم عن جريمتين حصلوا في مصر والحقيقة أن الجريمتين دول تصدروا صفحات الجرائد وبرامج التلفزيون في مصر والدول المجاورة ويعني بشكل كبير جدا الناس كلها بتتكلم عنهم وردود أفعال في الشارع وردود أفعال في الدول اللي حوالين مصر وغالبا يعني العالم بيقف كده يبص على أحداث زي دي ويتساءل مصر رايحة الفين اجتماعيا ودينيا وثقافيا شايفين تضارب كبير في اللي بيحصل على أرض المصر إصلاحات من ناحية وتدهور في التعامل الاجتماعي والإنساني بشكل كبير ما كانش عندي تعبير أقل من يعني أني أقول على أن من قاموا بهذه الأفعال ومن وقفوا مكتوفي الأيدي ناس قلوبها ماتت عارفين التعبير ده يعني افتكرته وأنا بشوف تفاعلات الناس ويعني ببص مثلا لجسة الست يأم رموها يأم رمت نفسها من البلكونة عشان يعني تنقذ نفسها من فضيحة يأملهاش دخل فيها كنا نقول كده أنه الشخص اللي بيقوم بأعمال شريرة أو مثلا بيضرب حد أو بيخبطه أو بيقتله أو بيعذبه نقول لك الراجل ده قلبه ميت الصوت يا جماعة سوري نقول لك الشخص ده قلبه ميت مش حاسس باللي بيعمله مش عارف اللي بيقوم بيه قد إيه أثره سيء على الشخص اللي قدامه فأنا شايفة أنه في قطاع من المجتمع نقدر نقول عليه كده أنه بقت قلوبهم ميتة وهما بيتعاملوا مع ناس زيهم شفنا أباء بيقتلوا بناتهم من أجل الشرف أو فكرة يعني سيطرت عليهم إن البنت دي عملت حاجة تضرب شرف ولا سمعت العيلة شفنا أزواج بيقتلوا زوجاتهم برضو من أجل شرفه كرمته شخصيته طلقيته أي حاجة ما تقدرش تقول إلا أنه الشخص اللي بيقوم بالحاجات دي قلبه ميت في الساعة دي وده عمل الشيطان في حياتنا على فكرة ده عمل الشيطان في حياة الإنسان لأن الله يعني يسوع المسيح هو الوحيد اللي يقدر يديك قلب حي تحس باللي أنت بتتعامل معهم تتعاطف مع اللي أنت بتتعامل معهم تحتمل اللي أنت بتتعامل معهم المحبة اللي ربنا بيضعها في قلوبنا لا تحكم ولا تدين ولا تقتل ولا تؤذي لكن عمل الشيطان يعمل العكس إحنا محتاجين وجود الله على الأرض الله الحقيقي خليني أتكلم على الحادستين دول عايزة أقول حاجة أن الحادستين اللي هتكلم عنهم النهاردة حادست التحرش وحادست الست بتاعة دار السلام الناس ممكن تقولك طب دي حوادث دي جرائم حصلت يعني فردية إيه علاقة ده بالإسلام إيه علاقة ده بالخراب اللي في المجتمع يعني أنت ليه بتجمعي بقى وتقولي أن في مشاكل كبيرة في المجتمع لأننا لازم ننظر للأمور دي بشكل أعمق كتير مشكلة التحرش اللي حصلت بالبنت الصغيرة دي يندرج تحتها مشاكل كتيرة جدا بيواجهوها الأطفال في مصر بيواجهوها الرجالة المتحرشين بيواجهوها البنات اللي بيمشوا في الشارع والستات اللي ما عندهمش يعني أي أمان في أنها تمشي محترمة في شارعها في حريطها في حتتها في بلدها لأن هناك إشارة إنها دائما ستكون مصدر لشهوة الراجل ففي مشكلة أعمق من حدث التحرش حصلت بطفلة مع إنها كبيرة جدا لازم نفكر إيه العمق الأبعد اللي بيخلي الحاجات دي تبقى موجودة في المجتمع والمجتمع يبقى يعني فيه تباين كبير فيه ردود أفعال الناس في المجتمع في الموضوع خليني نتكلم على موضوع متحرش المعادي في أنا ما حبيتش حط الحقيقة فيديو التحرش موجود على الإنترنت تقدروا تشوفوه لكن القصة إنه الراجل ده كان ماشي في الشارع ولقى بنت من الأطفال اللي بيبيعوا مناديل في الشارع ادها جنيه وقال لها تعالي معايا ودخلها العمارة دي والعمارة الحقيقة كان على بابها خشب كده زي ما تكون مثلا نفتكرها عمارة مهجورة لسه بتتبني أو فيها إصلاحات أو حاجة زي كده ومعرفش هو إزاي تضحك على البنت بإنه يقول لها خدي جنيه وتعالي معايا ومعرفش يقول لها بقى يعني مثلا تعالي أديكي حاجة أو تعالي شيلي معايا حاجة أو أين كان أغراها بقرشين أو ضحك عليها أو خوفها أين كان طفلة صغيرة عندها سبع سنين يعني عيلة أبوها وإخواتها كانوا موجودين في الميدان طبعا كل واحد أنتوا عارفين الأطفال لما بتسرح بتبيع حاجة كل واحد في حتة لكن بيتجمعوا في حتة ويتلموا على بعض مش كده اللي حصل إنه دخل والبنت دي مشيت وراء ودخلت وراء العمارة وأخدها وابتدى يتحرش بيها في نفس الوقت ده شافته على كاميرا المرأبة السيدة إنجي اللي احنا شايفينها في الصورة دي واللي قالت له أنت بتعمل إيه فاتخض فقالت له طيب أنت متصور في الكاميرا فجري طبعا أول ما الباب تفتح البنت جريت وهربت ما أعتقدش إنه الطريقة اللي هربت بيها البنت بتقول إنها ما كنتش عارفة هو يحصل لها إيه طبعا عيلة وتفاجئت وتخضت وراجل زي ده بيتحرش بيها بالمنظر ده الست دي ست مسيحية وبيتقال عليها في كل مكان البطلة اللي أنقذت البنت الصغيرة واللي تصرفت كإنسانة بصت للبنت على إنها بنت زي بنتها عندها بنت في سنها اللي المفروض يعمله أي حد لكن عارفين من بعض ردود الأفعال اللي كانت للناس كلام كبير قوي على موضوع المتحرش وكلام كبير قوي برضو على الست دي اللي تباين الكلام عنها من إنها زي التويتة دي مثلا دي مثل بس بيقول كده ما حدش خد باله إن الست اللي كشفته دي واحدة نصرانية وإحنا عملينها بطلة ده يعني هو ده الرد اللي عندك ما كنتش شايف إنه فيه بنت بيعتد عليها وإنه فيه إنسان دي مش أول مرة يعمل كده أكيد وإنه شخص يعني وحش مش همه إنه يعتدي على طفلة لكن إنت اللي همك إنه ست دي نصرانية وأنتو هتعملوها بطلة ليه حاجة غريبة إنه المجتمع يكون فيه هذه النوعية من الناس طبعا اللي بيتكلم على النصرانية كده هو طبعا فكره إسلامي متشدد يعني شايف إنه المسيحيين دول ما لهمش مكان في مصر والتاني يقولك إيه عندك حق إيه ده إيه ده وعلى فكرة فيه كتير من التويتات دي لكن أنا حقف عند ده لإن أنا عايز أقول لإنه المصريين مش كلهم كده لكن اللي سيطر عليهم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية بيفكروا بالطريقة دي فيه فاصل بينهم وبين المسيحيين اللي هم الشعب الأصلي في مصر حاجة غريبة نسيب القصة الكبيرة والبلوة الكبيرة حادثة البنت بتاعة المعادي هي بتمثل استغلال الأطفال أطفال الشوارع هل البنت دي أول مرة يحصل فيها كده أنا بقول لكم بكل أمانة مش هتكون أول مرة يحصل فيها كده للأسف لأنه الناس في الشوارع وحتى في العائلات ما بقاش عندهم رحمة بالأطفال بقوحوش كاسرة مش شايفين إلا احتياجاتهم أو تهيئاتهم بالاحتياجات الجنسية فيعتدوا على طفل يعتدوا على أي حاجة أي حاجة قدام فدي مش هتكون حاجة حادثة منفصلة لا ده بيحصل كتير وفيه مرض في المجتمع وفيه تحرش جوه العائلات وفيه اعتداءات جوه العائلات وبنشوف مصائب وجرائم كبيرة رد الفعل التاني اللي لفت نظري هو موضوع بقى فكرة الساتر نشوف خلينا نشوف مجموعة من التويتات قبل فكرة الساتر خليني أقرى لكم اعترافاته بيقولوا كده أنه بيقول أنه اعترف محمد جودة دي المتهم بهاتك عرض طفلة المعادي في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جرمته زعيما بأن الطفلة هي من بدأت بلمس جسده مما جعله يصاب بحالة إثارة مؤكدا أن الطفلة ذهبت معه بمحدة إرادتها ولم يقم باختطافها معترفا بالتحرش بيها ومبدئا ندمه على فعلته قائلا الشيطان هو اللي خلاني أعمل كده شايفين كم المصائب في التويتة دي واحد بيقولك هي أصلها هي لمستني فاتحرشت بيها فأنا استجابت هو راجل عنده حاجة و30 سنة استجاب لطفلة المفروض أنها تحرشت بيه في الميدان إيه القزارة ده دي هذا المستوى الفكري المتدني بيحصل ليه مش علشان أنه الراجل ده عايز يعني يتهم أي حد أو يخفف الكارسة اللي هو عملها ولكن لأنه هناك فكر مزروع جوه الثقافات العربية أن الست دايما هي اللي بتبتدي وأن الست دايما هي المصدر وأنه الناس هيصدقوه هو أكتر من ما هيصدقوا البنت الصغيرة دي أو البنت اللي اتحرش بيها ينو في كان حدثة في الصومال من قريب بنت عندها 13 سنة اغتصبت وراح تبلغت فالقاضي حكم عليها لأنه ما صدقهاش أنه ده كان اغتصاب يعني هي اللي راح تبلغت بتقول أنا اغتصبت 13 سنة وصورة البنت 13 سنة دي شكلها يعني عيلة فاكرين لما كان القضاء في السعودية أو الحكم على الستات في السعودية لما يكون في حالة اغتصاب كانوا الستات ما بيروحوش يبلغوا إلا قليل جدا إلا إضطروا أنهم يعملوا كده ليه؟ لأنها بتجلد لإلا تكون استمتعت الفكر ده موجود الفكر ده مزروع جوانا في مشكلة كبيرة والحاجة التانية يقولك بس سعدش طاني يا أخي يعني أنا معلش أنا بشكر ربنا أنه النهاردة بقى فيه وعي في مصر من ناحية الدولة على الأقل أنه الدولة دلوقتي بتدت تاخد إجراءات وتروح تلاقي واحد زي ده وتمسكه يعني عندكم القدرة أنكم تعملوا كده ودي حاجة كويسة جدا وأنا سعيدة جدا أنكم بتعملوا كده لكن أتمنى أنه يكون في تصحيح لهذه المفاهيم المريضة يعني الحالات التحرش اللي موجودة ومالية الشوارع دي يجب أنها تجابه بشدة خلينا نشوف التويتر اللي بعدها اللي جاي ده بقى من التويتات هو فكرة الساتر خلاص يا راجل يعني بلاش بقى يعني متعودوش تتكلموا على الموضوع ده الراجل هو عند الشرطة وما ينفعشه حتى أنكم تشهروا به ده حتى غير قانوني مين قال لحضرتك النبير قانوني أنك تحكي قصة واحد عملها وموجود في الفيديو ومثبت عليه أنت تعلمت مبدأ أنك تحمي المتحرش طب يعني أنا عايزة أفهم إيه دافع أنه واحد يرد على على تويتر أو الفيديو اللي في حدثة أو جريمة التحرش البشعة دي بأنه يقول خلاص بقى يا أخي يعني متعودش تشهر بالراجل إيه أهمية هذا المجرم أني أحميه وما شهرش به يعني إيه الفكرة اللي حضرتك أضفتها هنا في تويتر زي دي لكن ده بيوري لك فكر المجتمع المسألة مش التشهير المسألة أنك لازم تعرف أنك لو عملت غلطة وجريمة بهذا الشكل زي ما بيحصل في الغرب عارفين المتحرشين مثلاً والناس اللي يقفوا يوروا أجسامهم في الشارع للناس أو المغتصبين دول بيحصل لهم إيه؟ بيتحطوا في يعني ملف حقول كل بلد أو كل دايرة صغيرة بتحط المتحرشين والناس دي بيحطوهم في ملف وأما يجي يرجع بيته وبيتسجن ويرجع بيته بقى يتقال للناس اللي في المنطقة أنه الشخص اللي في البيت الفلاني ده متحرش بالأطفال لا لكن ومش بس كده أنت من حقك أنك تدخل على دوائر المحاكم وتشوف في متحرشين في المنطقة بتاعتك ولا لا وتقولك بالضبط فلان الفلاني ده عمل القضية الفلانية أو الجريمة الفلانية وهو سكن في الحتة الفلانية بيمنع أنه يشتغل في أي أماكن فيها أطفال بيمنع أنه مثلا حتى يعمل مدارس أحد في الكنيسة تعرفوا أنه في الكنيس الغربية علشان تشتغل في أي حاجة أو في المدارس لازم يتعامل عليك فحص لكل تاريخك عملت فيه جرائم ولا لا لكن إحنا عندنا الحابل عن نابل خلاص يا أخي بقى ما تهتشهر بالراجل فيه ولايات بيحطوا على ناسية الشارع أو مداخل الشوارع أنه فيه متحرش في المنطقة دي فأنت تروح تبص وتشوف فين المتحرش ده فتبقى حريص ما تشوف ما تسيبش ولادك من غير رعاية في الشارع فيه وعي وفيه إدانة للجريمة خلينا نشوف التويتر اللي بعدها السطر اللي متحرش طفلة المعادي السطر اللي متحرش المترو السطر اللي متحرش المايكرو بوس لكن الست اللي قاعدة في حالها واللي تقتلت دي دي مفيش مشكلة في أنك تفضحها أنا لسا هتكلم على الموضوع ده دلوقتي نتكلم على سطر المتحرشين لكن الست اللي قاعدة في بيتها وفي حالها والراجل بتاع الأنابيب راح يركب لها أمبوبة لا يطلع بقى العمارة والبواب وصاحب العمارة والجيران ويطلعوا ويدربوا الست ويدربوا الراجل ويبهدلوا دي مش سطر مدام واحدة ست في مشكلة عندنا مشكلة احنا بنفرق بين النظرة للراجل خلاص ما عليش غلطة ويصلحها والست إذا يعني شبه ريحة فكرة غلطة لأ نفضحها ونجرسها وكل حاجة لأنها مدينة حتى لو ما كانتش غلطانة في مشكلة اجتماعية نشوف التويتر اللي بعدها دي بقى يعني أنا عايزة أخد وقتي في أني أقرلكم التويتر دي التويتر دي مشكلة كبيرة لأنه يعني ده شخص بيقول أنه مهم أن احنا ننتبه أن زوجة الراجل ده بص مهمة مهمة محترامي لكل التعليقات أرجوكم لماذا تلوموه لوحده؟ لو زوجته مالي عينه ما كانش بص البنت من دور بناته وممكن يكون مريض يا أخي إيه يعني؟ بس أقف عند الحتة دي يعني أنت بتنظر لهذا الراجل المتحرش المجرم ده شخص مجرم مريض لكن مجرم وعلى فكرة ممكن يكون مش مريض يعني التحرش بالأطفال مش كل الناس عندهم مرض لا ده تعدي على أجساد وحقوق وكل ما يخص الغير ده جرام مش كل مريض لكن هو نشأ في مجتمع بيشوف أن الطفلة بيتعامل معها كده هو نشأ في مجتمع بيقوله أنك أنت ممكن تتجوز الطفلة اللي عندها تسعة سنين تعقد عليها وتدخل عليها كمان فإيه الفارق يعني أنه يتحرش بيها؟ بيسألوني النهار ده طب هو يعني بيشوف إيه في الطفلة دي؟ هنشوف بعد شوية هو محمد شاف إيه في الطفلة اللي عندها ست شنطنين وشعرها منتوف وقاعدة على المرجحة بتتمرجح لكن الفكرة اللي اتزرعت أنه الطفلة دي يمكن أن تستخدم في ده ده بسألك هو الرجل اللي تحرش بطفلة البامبرز ده والأطفال اللي بيغتصبوا في كل من يعني من سنتين تلاتة اربعة كم حدثة قدمناها؟ كم جريمة زي دي أنتوا عارفينها في حواليكم؟ شايف فيها إيه؟ هو تعلم أن المرأة أو الطفلة أو البنت اللي استخدامها فالراجل ده بقى حيلوم مراته اللي مش مال يعينه اللي مش مكافيه قبل ما يلومه يعني الواحد يقول إيه في مجتمع بيفكر بالشكل ده؟ إزاي يعني؟ خلينا يقول أرجوكم لا نكون كلنا جلدين نتحلى بالصبر حتى نعلم ظروف وظروف الواقع ويروح بقى إيه؟ مدي لك بقى الآية القرآنية اللي فيها الهداية كلها يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر زنوبكم أنت حضرتك اللي كاتبت كلام ده قولت قولا سديدا على زوجة الراجل دي اللي هو أكيد بيخونها كل يوم اللي بيتحرش بواحدة في الشارع مش هيخون مراته؟ لا بس ما نكونش جلدين أنت بتحكم على الست لازم الراجل تدوله كل الأعذار لكن البنت ترد على تليفون يكون فيه واحد على الخط يتصل يدخل أبوها يفتكر أنها بتكلم واحد متصل غلط يوم قتلها مش ده بيحصل؟ بيحصل ما عندناش هزار في أمور الستات هي غلطانة غلطانة لكن الراجل نديله عذر إيه ده؟ ويستشهد بقى بقرآن هو فعلا ده مصدر الشر كله خليني شوف التويتر اللي بعدها أتنقل للحادثة التانية عشان نحط التويتر بتاعت الأستاذ خالد منتصر دي في نصابها الحادثة التانية هي الحادثة بتاعت سيدة دار السلام اللي حصل أنه السيدة دي قالوا عنها أنها طبيبة دار السلام بيقولوا أنه البواب وصاحب العمارة وبيقولوا كان فيه ستة يعني الحديث الأول اللي طلع أنه كان فيه ستة أشخاص من العمارة والجران دخلوا على الست لأنه فيه راجل دخل عندها بالليل فطلعوا علشان يعني يحموا شرف العمارة شرف العيلة بقى مش عارفين شرف إيه اللي طلعين يعني يمسكوها متلبسة فيه ده فالمفروض أنه اللي حصل أنه الست يا إما نطت من الشباك يا إما هم رموها من الشباك أو البلكون بعد كده عارفنا أنه الستة دي ما هيش طبيبة ولكن هي ستة عايشة لوحدها مطلقة وولادها بيجوا يزوروها باستمرار وبشكل يعني منتظم وأنه ما كانش عندها أنبوبة غاز فاتصلت بالموزع الغاز فقال لها مش هقدر يجي لس 11 بالليل فقالت أوكي وانتظرت الراجل والراجل طلع يركب لها أنبوبة يعني غالباً اللي شافوه وعرفوا أنه ده طالع شاي الأنبوبة يعني لازم يكون شاي الأنبوبة أنا معرفش أنتم تغيروا أنا بيب في مصر من غير أنا بيب ولا إيه معرفش وأنه اتقال أنه باب الشقة ما كانش مكسور بالعكس يا إما هي فتحت الباب يا إما الباب كان مفتوح وأنه الست لما وقعت من البالكونة يا ترمت يا نطت كانت لابسة لبس خروج يعني لبس مش لبس بيت فلا هي لبسة قميس نوم ولا بالعكس ده واحدة جاي لها واحد عامل يحط حاجة يصلح حاجة يحط حاجة ويمشي فهي لبسة لبسة محترم وستة محترم دلوقتي بيحاول يقولولك أنه كان في بينها وبين صاحب العمراء مشاكل علشان كده حاولوا أنه هم يعني يلبسوها قضية عايزين يقول إنها بتزني ولا حاجة زي كده طلعوا مسكوا الراجل عجنوب كسروه وبعدين هي قالولها يا إما تقلعي حنصورك يا مش عارف إيه عايزين يثبتوا عليها الجريمة عشان ما هيحصلهم كارثة ضربوها من غير يعني سبب فنطت وقتلت نفسها أو انتحرت أو هم اللي رموها يعني المشكلة أنه من إمتى أنت بقى عندك الجراءة أن أنت تطلع تدخل بيت حد واحدة قاعدة في بيتها علشان تنفذ حكمك الشخصي عليها أو حكم الدين أو حكم المجتمع اللي أنت تعلمته من دينك إيه المهزلة دي؟ يعني السؤال عارفين زمان لما كان يقولك من أين لك هذا؟ أنا بسألكم من أين لكم هذا؟ عارفين منين؟ من الإسلام اللي بيوصيك أنك تكون يعني اللي يشوف منكم منكر يصلحه الأستاذ خالد منتصر بيتكلم على شرف العمارة الست دي لازم تتمني بالبالكونة ده شرف العمارة يقولك البواب بعد ما شرب الحشيش وصرح العيال تشهد في الإشارات خدش إحساسه أن زميل الست دي طلع لها الشقة الحقيقة عنده حق فاكرين العبارة اللي هو حطتها دي على موضوع الغازية لازم تنزل أنا بالصدفة من كام يوم شفت الفيلم ده فعلا ولفت نظري أنه الناس اللي كانوا بيهتفوا الغازية لازم تنزل دول كان في وسطهم الراجل المغتصبها اللي عايز يستمر يكون على علاقة حرام بيها زي ما بيقولوا لكن الست اللي فوق ما كانتش عملت حاجة غالب هو ده نفس الصورة نفس الصورة من أيام الغازية لازم تنزل لحد النهار ده المتحرش واقف في النص المجرم واقف في النص وبيتهم الست لأنه يعني شرف العيلة شرف العمارة شرف الحتة إحنا ما فيش حرام في حتتنا وكل البيوت في هذا خليني أخذ الأخت في ريال أهلا بيك يا أخت في ريال أهلا بيك يا أختي العزيزة أماني سلام ونعمة المسيح معاك سلام ونعمة ليك يا أختي أختي أماني يعني حقيقة أنا مصدومة مصدومة مو بالمتحرش لكن بالتبريغات اللي برروا بيها المتحرش أنا سؤالي لو كان هذا المتحرش مسيحي هل كان سترتم علينا وقلتم أيضا الستر مطلوب واخترحتم كل هذه التبريرات من أجله عندك استحيلة طبعا الأخت السعاد الأخت الفاضي للسعاد ما عرفتم تستروها لما نعرّوها بالشارع وقررت بالجاني لكن ما بعرف وين الضمير إذا فعلا ما في مخافة من الله فكل الإنسان يبرر كل شي على كيفه وأنا سؤالي الثاني يا أختي أماني إذا أنت تأيديني حضرتك لو كان هذا المتحرش بنته على سبيل المثال لمست جسمه كسبيل المزح أطفال تعرفين يعملوها أحيانا بنات هل كان يتحرش فيها؟ إذن إذا عنده هاي الحالة مع احترامي لكل الرجال فهو حيوان لا يستطيع أن يسيطر على غرائزه لأنه أصور حتى الحيوان ما يتحرش بحيوان صغير أو فرخ صغير لكن الكتاب المقدس يقول القلب أخدع من كل شيء فهو نجيس من يعرفه المسيح له كل المشقال كل الخطايا الزنا الفسق القتل السرقة تخرج من القلب فأنتم يحتاجون إلى مطهر من اللي يطهرك من الحق هو المسيح له كل المجد يطهر قلوبكم ويطهر أفكاركم حتى تعرفونه وتعرفون الحق وتتحردون من القيود الشيطانية والرب يرحمكم شكرا أختي أماني والرب يباركك ويباركك يا أخت فيريال أشكرك طبعا أنا فهمة الأخت فيريال بتقصد تقول أنه إن لم يكن لك سيطرة على مشاعرك وأفكارك الشريرة وتصرفاتك إذن أنت بتتصرف كحيوان مش إنسان يعني ما تقصدش إنها تقول كده على هذا الشخص بالتحديد لكن الحقيقة إنه المفهوم أو الفكر الإسلامي زرع هذه الفكرة داخل الرجال إنه الراجل سيطرته على شهواته الجنسية ما يقدرش يسيطر عليها عشان كده يجب أن يتجاوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة إنه فإنته زرعته كده إنه ده مغزى الحياة وإنه الزواج بقى ده يعني الهدف منه عشان كده واحد زي زي التويتر اللي حطناها ده يقولك قصة يمكن مراته مش عارفة مش مكافية ولا مال يعينه فيه بجاحة في المجتمع الإسلامي يعني بكامله إنه يتهم الصغيرة والمرأة والطفلة على إنها هي اللي أغرت الراجل اللي تحرش بيها ويعني ده سبع سنين وهو عنده حاجة زي يعني بجاحة غير عادية وأيضا ينظر إلى الست اللي أعدى في بيتها هل ألفي دلوقتي ستات حيأمنوا على نفسهم في مصر إن هم يبقوا عادين في بيتهم تخلى لها حد من قريبها عمرهم ما شافوه أخي لها مسافر جوزها يا أخي اتجوز تعور فيه وانت ما تعرفش ده مصر مليانة بدا هل الستات بقى النهاردة هيأمنوا في مصر إنه البواب مش هيطلع جايب له تلاتة اربعة يشطبوا عليها هي واللي معها عشان شرف العمرة في مشكلة كبيرة فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المونكر دي يعني أما كنا نسمع عنها في السعودية كنا بنقول إيه التشدد دا يعني يعيني الستات هناك عايشين إزاي أهو الأمر بالمعروف إنه عن المنكر بقى في مصر دلوقتي نحترس بقى المجتمع دا دا بقى مجتمع متحرش ومتربس والقتل هم أنفسهم لا شيء من التقوى فيهم خليني أروح للفيديو الأولاني يعني الفيديو دا هنشوف فيه تعبير عن انبهار لميس الحديدي أو فجعتها في الموضوع هي الحياة مش الوحيدة اللي فجأت بهذا الموضوع ومش الوحيدة اللي اعتردت على هذا الموضوع ولكن نحطتها الأول لأنها هي بتمثل يعني سيدات المجتمع المصري اللي صحي الصبح لقوا واحدة بتترمي من البلكونة علشان بتاع البوتاجاز جالها فيه فيه شيء غلط فيه حاجة غلط كبيرة خلينا نشوف الفيديو المجلس القومي للمرأة النهاردة فيه بيان له استنكر الجريمة و وقال انه الحقيقة يعني نرفض جميع اشكال العنف والبلطجة وسوف تظل مصر دائما دولة قانون ومؤسسات غير مقبول قيام الافراد بالاعتداء على بعضهم البعض الناس دي لا تقل خطورة وجهلا عن الناس اللي طلعت لما كنا بالناقش الرجل اللي استدرج البنت بقاعة المناديل في وحاول انتهاك عرضها وكانوا بيقول لك الساتر الناس اللي عايزين يستروا المتحرش هم دول نفس الناس اللي نزلوا وقتلوا الست بتاعت السلام اللي عايز يستر المتحرش هو نفسه بنفس المنطق مجتمع غريب منفصم شخصيا منفصم عايز يستر المتحرش لكن لا يقيم الفضيلة كما يراها من رأى منكم منكرا مش كده الفضيلة كما يراها المجتمع فعلا عنده مفصم في الشخصية لانه يعني انت بتدين عايز تستر على المتحرش مش مش في القضية دي بس لكن انت عايز تستر على المتحرش دائما لانه الراجل في قضايا كتيرة زي ما شفنا المتحرش المترو متحرش الميكرو باس متحرش المتحرشين في الشارع الستة تبقى مش في الشارع وواحد يلمسها فتقول حد يحوش حد هتقولي البوليس يقفوا يحجزوا بينهم ويخلوه يهرب ويقول خلاص تري على نفسك بقى خلاص بقى المسامح كريم ينو ليه لانه المجتمع يرى انه مفيش اهمية كبيرة لان الستة تنتهك فيه بصراح مفيش اهمية كبيرة انه بنتك تبقى مش في الشارع وحد يلمسها هي لما تخصك بتوجعك لكن بنات الناس بيوجعوا اهليهم وبيوجعوا عائلاتهم والمرأة بيجرح قلبها فما يبقاش انت قلبك ميت بالنسبة لولاد الناس ولما ييجي عندك تقوم تطالب بحقك المجتمع بقى فعلا فيه فصام في الشخصية يشاوروا على الست اللي ما عملتش حاجة ويحاولوا يستوروا المتحرش فكرة الساتر بقى الفصام في شخصية المجتمع دي في حتة الساتر قولك ايه ما تنشرش حاجات يعني ما تشهرش بشخص زي ده حتى مين حتى يعني الكلام ده التويتات اللي انتو شفتوها دي مثلا قولوا دي تويتات ناس مش فاهمة قوي واحد يعني يمكن مش متعلمين مش مثقفين عندهم اتجاهات ايا كانت محدودة ناس محدودة على الاقل لكن لما يبقى عندنا الشيوخ يعني والناس المثقفة بتقولك بلاش اسطر على الناس وكلام من ده دي كارثة شايفين التباين في المجتمع في حدثة الدكتورة يقولك احنا مجتمعنا لا يقبل الاخلاق دي ويجب ان احنا مجتمعنا لا يقبل الاخلاق ويجب فتحها وبعدين في حول في محاولة اغتصاب الطفلة يقولك يجب ان نسطر على الرجل من اجل اسرته وقالنا نفضحه انتوا عايزين تحمل الاسرة او عايزين تحمل الراجل طبعا عايزين تحمل الراجل مش الاسرة الاسرة مكسورة هي الاسرة مكسورة ده مش راجل ده انسان يعني يتبع رائزه اينما كانت بلا ضمير تعرفوا انه انه هذا الشخص اذا حكم بصورة عادلة يجب انه يحاكم في يعني تحت اتهام خطف اولا لانه استدرج الطفلة دي لانها قاصر والحاجة التانية انه يجب انه ياخد حكم في الاتجار في البشر لانه ادها الجنيه اللي ان شاء الله يحبسوا الجنيه ده ويحبسوا طويلا حتى يشفى من امراضه القلبية وربنا وربنا يلمسوا ويشفي روحيا لكن الاشخاص اللي زي دي في منتهى الخطورة على المجتمع شوف التويتا دي هزار مش كده بس حقيقة يقولك تلات حاجات تهم المجتمع سمعة المتحرش نفسية المتحرش مستقبل المتحرش مستقبله ضعي عيني كويس المستقبله ضعي عشان ما يتحرش تاني بالناس وبنات الناس خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده قبل ما تحط الفيديو بس اقول دكتور مبروك عطية هو شايف انه اللي عام انا بقول انا عشان قطعت بس حتة معينة من الفيديو بس انا بقول لكم صراحة انه هو قال انه التحرش حرام وانه الرجل ده لا يستحق الستر لانه اكيد عمل كده قبل كده فانه ربنا ما بيفضحش عبد الا اذا كان يعني تمادة واخطأ كذا مر هو قال كده لكن هو رأيه الشخصي انه نشر الحاجات اللي زي دي المفروض يبقى حرام وغلط علشان برضو انت بتكسر قاعدة يبقى بقول الحمد لله ما زالت الدنيا بخير الفيديو زي ده ما يتنشرش علشان ولا غيره يا فندم لا انا بكلم ولا غيره يكفي النتيجة يا فندم لا الشخص ده رجل نائس رجل مريض انا عندي كلمة واحدة اسمها حرام وقلت هالك في هذا اللقاء الطريق المؤدي الى الحرام حرام سؤالي بشكل مباشر وبسيط هو ده ينطبق عليه فكرة ان ده ربنا ساتر وانا ماكشفوش عشان انا مش مقتنع بصراح حتى لو حرق قلت لي اهو لا يفهمني مش كده ما هو اللي بيتقال على الانترنت ربنا ساتر وماكشفوش يعني انا باحترم رد الموزيع جدا وبشكره لانه يعني بصراحة هو كان بيتكلم كإنسان وكأب ويعني من كتر ما انضغط طق بقى يعني الشيخ مبروك عطية ساب موضوع البنت وساب موضوع المتحرش وساب الجريمة اللي حصلت وقعد يقولك ما تنشروا حاجات كويسة علشان عارفين المبدأ العام في الاسلام ايه انه نسطر كل حاجة خلي الحاجة يعني اللي ما تطلعش برا خلاص يعني غطي عليها عارفين بيحصل ايه بتطفح بعد كده بتطفح بقى المجتمع بيطفح فيه حاجات زي دي المجاري اتسدد خلاص بقى مستنقع مليء بالامراض في الاخر هتطلع منه فيروسات وميكروبات وحيلوز المجتمع كله المزيع قال له انا مش مقتنع انت عايز تقول بقى يا سعد الشيخ اللي انت عايز تقوله واحد زي دا نستخدم معاه فكرة السطر ليه دا احنا لازم نكشف الامراض اللي في المجتمع عشان نعالجها مش عشان نفضحها فيه مشكلة كبيرة انتو مش عارفين انكم تواجهوا المشكلة الحقيقية انه فيه امراض اجتماعية مصدرها افكار اسلامية مغلوطة علشان تخبي الشر يقولك ايه انه في الاسلام من اسماء الله انه ستير يعني سطار يعني بيستر مش كده بس انا عايز اوريكم الفيديو اللي جاي دا وهو بيكلم على فكرة ستر العورات وازاي انه الله بيدعو لستر الناس اوكي وايه فكرة الستر دي خلينا نشوف الفيديو دا انك ان تتبقت عورات الناس افسدتهم او كدت تفسدهم ولهذا ينبغي لمن يعمل مع الوالي مع الحاكم مع الامير ان يتقي الله جل وعلا في المؤمنين ولا يغره قربه من صاحب الامر ان يتتبع عورات المسلمين ويحاول ان يفضحهم ويحاول ان يخرج ما عندهم مما ابتلأهم الله جل وعلا به لان هذا قد ينجم عنه من الفساد اعظم مما يراد ستره يفهم من الخطاب كله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ان يكون المجتمع المسلم مجتمعا مستورا وقد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال احيانا يؤرض عن الاجابة حتى لا تهتك الهرمات وحتى لا تكشف العورات طيب انا حمشي معاكو حتة حتة في اللي قالو بيقولك كده انك انت تبعت عورات الناس افسدتهم او كدت تفسدهم يعني ايه اذا تتبعت فيه فرق بين واحد ماشي ينكش ورا الناس انتو بتعملوا اخطاء ايه او انه جريمة حصلت نتتبعها نكشفها نشوف مين المخطئ ويحاسب قانونا فيقولك اذا انت مشيت ورا الناس هتفسد هتفسدهم او كدت تفسدهم عارفين وقتها ايام الكلام ده كان المجتمع اللي حوالين محمد كلهم عايشين يعني عمر كان بيقول كده ان هم كانوا يتسافدون تسافد الحمر يعني الخطيئة الجنسية موجودة كده فيهم في وسطهم متفشية فقصد لو كان فتح كل باب كان هتبقى الرجمي مين وش مال يعني ما كانش هيخلص كان هيرجم كل اصحابه كان هقطع ايدين الناس كلها يعني لانه يعني لو تكلمنا عن حقيقة الحياة في وقت محمد كان شكلها ايه فعشان كده يقولك يعني خلاص بقى ايه يعني مش مشكلة عشان كده قال لهم ما تروحوش البيت الا لما وانتو بالليل ما تدخلوش على امرطاتكو بالليل ليه كان فيه فساد في هذا المجتمع فهو بقى بينقل الصورة دي يقولك انت اذا تبعت عورات الناس هتفسدهم بس انا عايز اقول حاجة انه ده بيشيل بيخلي الخطأ ومسئولية الخطيئة بتتشال من على المخطئ والضحية تفضل بلا يعني بلا رد اعتبار بلا تصحيح لما حدث لها ده لي لقانون الله انتو بتلو قانون الله الحقيقي الانسان المخطئ ربنا بيعلمنا كده ان احنا نعترف باخطأنا عشان تتحطه قدامه عشان يحصل توبة وتصحيح ربنا عايزك تعترف بالخطأ فيحصل توبة وتصحيح في حياتك فيكون فيه ثمر شفاء في حياتك في قلبك مايفضلش متحجر وميت والمبدأ ده بيخلي المخطئ يبقى ضحية المخطئ هنا بقى ضحية ضحية المجتمع اللي هيتكلم عليه ويكشفه دي محاولة لتغطية المخطئين علشان كده اللي بيشتغل مع الحاكم بيقولك كده اتق الله في المؤمنين ولا تتبع عورات المؤمنين وكان في الوقت ده بيتكلم على معاوية في خلط كبير جدا بين المفاهيم هنا في فرق بين الوشاية والنميمة زي ما حصل مثلا في سفر دانيال راحوا اللي بيشتغلوا معاك غاروا منه فاشتكوا للملك وقالوا حاجة غلط وش هي يا بي وفرق بين انك تاشي بحد وتوقعوا في مشكلة او انك تقعد بقى تتكلم في سيرة الناس وتقول بيعملوا ايه اغلط من غير سبب وانك تكشف الجرائم الانسانية والاجتماعية عشان تصلح المجتمع والمصيبة الاكبر بقى في اللي جاي يعني بيقولك ايه وانت ما تشاورش على اللي عندهم مما ابتلاهم الله به فهذا السطار الستير هو اللي ابتلى الناس بهذه الجرائم يعني السطار ده هو اللي ابتلى الرجل ده بموضوع البيدوفيليا مفهوم ان الله هو من يبتلي بشيء زي التحرش والبيدوفيليا والزنا وغيره ده مصيبة كبيرة يجب ان يقف امامها المسلم والمسلمة اليوم ويعرفوا ان الله لا يمكن ان يبتلي الانسان ولا يمكن ان يضعك في مكان تخطئ فيه او يسهل لي خطيئة بالعكس ده بيحميك ويبعدك عنها لان الخطيئة تفسد قلبك وتفسد علاقتك بالله اللي بيعمل كده الشيطان هو اللي بيوقعك في مغرس يبتليك وبعدين يحسبك ويقولك انا سطار انا ابتليته بس انا سطار سطار على ايه وان كنت سطار حقا فانت تسطر على خطيئة انسان بلا شفاء بلا شفاء في حرص انه يظل المجتمع الاسلامي مستور حتى لا تنكشف العوارات اكي وتهتك الحرمات دي حاجة حقيقية هو قال كده المجتمع الاسلامي لازم يكون مستور حتى لا تكشف العوارات وتهتك الحرمات فيه فعلا مشكلة تنتج عن هذا السطر في المجتمع الاسلامي سبب مشاكل اجتماعية غير عادية التحرشات اللي بتحصل جوه الاسر الاعتداءات الجنسية اللي بتحصل على الاطفال جوه البيوت تحرش الاباء باطفالهم يعني المشاكل الاخلاقية الكثيرة اللي بتحصل جوه البيوت اللي بتستر عليها لما يكون الراجل هو في مركز ده سمعنا كتير عن ستات يروحوا لأمهاتهم ويقولولهم خالي اتحرش بيا عمي اتحرش بيا يقول له اسكوتي بيت بت بتتكلميش انتي غلطانة لازم انتي لازم نفكر ايه اللي احنا اثار هذا الستر الكاذب ربنا عايزك تكشف كل خطية في حياتك علشان خاطر تضعها امامه وتتوب امامه فيغيرك ويصلحك ويغير مجتمعك فكرة يعني انه يتسطر على شخص زي الراجل اللي عمل جريمة التحرش دي بتخليني ابص وافتكر كده المجتمع الاسلامي في ايام محمد شوف الحديث ده بيقول كده بتقول عيشة بقى هي اللي بتقول تزوجني النبي وانا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في باني حارس فوعكت فتمزق شعري المهم يعني يوقع شعرها وجات امها وهي على المرجيحة اخدتها من على المرجيحة من وسط صاحباتها واخدتها ووضبتها وجهزتها ثم ادخلتني الدار فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلنا على الخير والبركة على خير طائر فاسلمتني اليهن فاصلحنا من شأني فلم يرعني الا رسول الله وهو قاعد فاسلمتني اليه وانا يوم اذن بنت تسعة سنين من وهي ستة جوزها وبعدين جمعها وهي عندها تسعة المجتمع اللي ينظر على انه هذه الطفلة يمكن الاستمتاع بيها يتحرش بيها طبعا ايه المشكلة في ده طبعا دلوقتي حصل اصلاح ويعني اخفاء بعض الحقائق المهمة والحديث المهمة اللي كان فيه منها حديث مثلا بتكلم على انه كان يستمتع بها من ستة لتسعة لتسعة وبعدين دخل بيها ويعندها تسعة سنين وهناك تبرير يعني غير عادي لموضوع انه البنت ممكن انه يستمتع بيها وانها تتجوز ويعندها تسعة سنين النهاردة الازهر سيواجه شوفوا بقى الازهر الشريف كده اللي قال لنا طلع بيان في موضوع التحرش بقى بالاطفال بيقول كده التحرش بالاطفال جريمة عدوانية منافية للدين والانسانية وتستوجب اشد العقوبات الحديث اللي ارناها ده ما كانش فيه تحرش بطفلة بينها وبين عيشة ايه كانت في النص ما بين بقى التحرش والجميع من ستة لتسعة اكي يقولك احنا لازم نجرم التحرش بالاطفال يجب ان يكون مطلقا ومجردا من اي من اي شرط او سياق لابد من وجهة هذا ازيز ظاهرة من خلال المناهج الدراسية والحملات الاعلامية لتوعية الاطفال السكوت عن التحرش سلبية ممقوطة نعم السكوت عن التحرش سلبية ممقوطة السكوت عن زواج الاطفال سلبية ممقوطة السكوت عن زواج الصغيرة اللي يعني من سن الرضيعة الى انها تطيق الجماعة الاستاذ عبدالله رشدي اشجى يعني اباننا بموضوع انه الفرق انه الطفلة تطيق الجماعة ولا لا تسع سنين كويس اوي ماله انت بتعتبر الطفلة اللي عندها تسع سنين اذا كانت تطيق الجماعة فهي انسانة امرأة مكتملة لانه 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 عيشة قالت ايه انه عندما الست تكون البنت توصل لسن التسع سنين اذا هي امرأة افكركم بنجود نجود كان عندها تمن سنين لما تجوزت وعشر سنين لما اتطلقت وقالت انا الان امرأة كبيرة من منظور عيشة انه هي كده قالولها انت دلوقتي ست فسدقت اللي اتعامل فيها واللي قالت عليه يا وجعاه صدقت انه ده اللي بتعمل بقى في الستات الستات لازم يكونوا كده تسع سنين ست المقساة اللي عاشتها عيشة بسببها عاشت نجود وغيرها نفس المقساة فعيشة تقدر تقول ايوة الستة بقى البنت بقى عندها تسع سنين تبقى امرأة ونجود ناتجا عن هذا قالت انه البنت اللي عندها عشر سنين انا الان امرأة كبيرة مطلقة وانا عندي عشر سنين انا ببص التصريح اللي قاله الازهر او اللي اعطاء الازهر ما فيوش ولا آية ولا حديث ولا استشهاد ولا اي حاجة فانا بقول زي ما الازهر كده بيحاول يقول لنا ان السكوت عن التحرش سلبية ممقوطة السكوت عن الجرائم الاسلامية في حق هؤلاء البنات الصغار جريمة موقوط ممقوطة الحقيقة انه يعني انا عايزة اقف عند الحد دل انه يعني في الكثير اللي ممكن نقوله عن موضوع التحرش بالاطفال والجرائم اللي اساسها الفكر اللي زرعوا المجتمع الزرعات والثقافة الاسلامية في المجتمع وخلته يبقى مقبول بالنسبة للمجتمعات الاسلامية لكن ينظر لنا الغرب ويبص كده ويقول انتو البنات اللي بتجوزوهم في السن ده ده مرض بيوفيليا في دكتور استضافه برنامج يحدث في مصر حدد ايه المرض ده بيحصل فيه ايه والاضطرابات الجنسية دي اثارها ايه والحقيقة انه كل اللي قاله وكل اللي شرحه ينطبق تماما على العمل ومحمد فليه بتزعله لما نقول انه ما قام به محمد هو بيوفيليا مرض وغلط تقدروا تقدروا تقولوا ده على الشخص المتحرش انه عنده مرض البيوفيليا لكن ما تقولوش على محمد الاثر فيه مشكلة كبيرة لازم نفكر ازاي الله يغير قلوبنا انا بصلي النهاردة انه المسيح يغير القلوب الميتة والافكار الظلامية المزروعة في وسط المجتمعات الاسلامية الى نوره هو الكتاب بيعلمنا انه انه ننقي قلوبنا امام الله وده سعد بيستدعي ان احنا نعترف باللي احنا عملنا واننا نتحمل مسؤولية اللي احنا عملنا واننا ندفع تمن وتبعت ما عملنا وما قمنا بيه والجراء من اللي عملنا بيه ولكن ولكن اذا عملنا كده وروحنا لله الحقيقي وطلبنا منه الغفران يعطيك قلبا جديدا ويعطيك فرصة جديدة في الحياة ده مش موجود في الفكر الاسلامي لكن المسيح عنده ليك مخرج من هذا الفكر خلينا نعيد يعني دراسة اللي احنا بنعيشه كل يوم من غير يعني من غير فهم حقيقي لأثار المباشرة على حياتنا وعلى أطفالنا الرب يرعاكم ويحفظكم وإلى لقاء في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر